ما نخزنش مكسرات ما نخزنش بقول كتير ما نخزنش الحبوب زي حبوب الأمح وخلافه مدة دي برضو يا دكتور مش هتسيب الحلقة أخير لما تقولني ما نخزنهاش كتير دي يعني قد إيه أسبوع شهر شهرين يعني ما تزيتش عن كده يعني هديك المثال الزيوت المؤكسدة أحد الأسباب المسارطنة للجهاز الهضب يعني إيه الزيوت المؤكسدة أولا ما نقليش بالزيت أكثر من ثلاث مرات أو أربع مرات نمرة اتنين في بعض الناس ياخدوا الزيت ويخزنوه فترات طويلة ده غلط زيت الزتون عشان تجي بيه لازم تجي بيه في إزازة لونها غامق الإزازة نفسها لونها غامق وما يتعرضش للضوء كتير في ناس تتبعها ساعات في صفيح وصفيح بيبقى مجلف من جوة صحي لكن ما تجيبهوش وتحطيه منه للضوء ويتأكسد وتقوليه ده تعب زيت بزرق كتان أو الزيت الحار الناس اللي وقفين بعربيات الفول في الشوارع طب الزيت الحار ده حلو بيقوله صحي بس ما يبقاش متأكسد يعني أروح أجيبه طازة من السرجة تمام؟ وما أجيبش كمية أقوله مثلا ديلي نص كيلو على ربعين ولما قرب أخلصه ما أروح أجيب تاني يبقى مط يعني لسه معمول طازة لأن تأكسده مش كويس وده بيرجعنا أن إحنا لما بناكل أكل كتير من الشارع من أماكن مش موثوق فيها دي ممكن الحاجات تكون أسباب يعني برضو من الوقاية أن إحنا ما ناكلش حاجات مقلية مليون مرة زي ما حارتك قلت فأنا شضماني أن الراجل اللي بيقلي طعامية دوت بعد الثلاث قليات ما غيرش الزيت ده غالبا صفاه وحطه على جنب ورجعه تاني فتحرق الزيت فطلعت فيه حاجة اسمها الهيتيروسايكلامينز هذه الهيتيروسايكلامينز اللي هي المتغيرات الحلقية الأمينات متغيرات الحلقات مع النايتروزامينز يجتموا على الاتنين في المعدة يطلعوا بواد مصرطنة دكتور أنا اكتأبت النار ده اكتأب ليه؟ عشان المكسرات اللي في الفيزر طيب يا جماعة مدام إيمان حتوزع المكسرات اللي حتوزع طيب